إزاي تحقق ستين ألف ريال من الإعلان على السناب شات في ثلاثة أيام فقط إرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمة تواصل معايا أحد المراكز الطبية في الرياض وعايز يعمل حملة على السناب شات عشان يجيب ناس تحجز في المركز عنده وبعد دراسة الإعلان الخاص في المركز اجتماعت أنا والفريق بتاعي وعملنا خطة إزاي نعمل حملة نكحة للمركز وانحقق له أفضل نتائج ممكنة في أقل وقت ميزانية الحملة كانت محدودة جداً كانت حوالي 1500 ريال عملنا أكتر من إعلان عملنا حوالي ثلاث إعلانات فيه إعلان منهم ضرب وما شاء الله حق نتائج خرافية الهدف أكبر عدد ممكن من الناس يسجله في صفحة بتاعة جوجل عمي بيسجل اسمه رقم الولد سئاب والخدمة اللي هو عايزها بعد كده حد المركز بيكلمه يحدد الموعد ويجي يتعاقد على الخدمة المطلوبة أول حاجة الاستهداف الجغرافي عملنا استهداف بطريقة معينة عشان نجذب أكبر عدد ممكن من الناس يتفاعلوا مع الإعلان لاني تحدي إن احنا عملنا إن العرض ده لمدة 3 أيام فقط وده صراحة كان ضغط علينا إن احنا في 3 أيام إزاي نحقق أكبر نتائج ممكنة وطريقة الإعلان كانت سهلة وبسيطة الإعلان خصم حصري لما الناس ترفع الشاشة يكتبوا اسمهم رقم الولد سئاب والخدمة المطلوبة وبعد كده هيتم التواصل معاه وبالنسبة بقى للاهتمامات والسن والحاجات دي كلها سبناها مفتوحة طيب ليه؟ لأن كتير من الناس يا جماعة في السعودية أو في الخليج عموماً أو في الدول العربية للأسف بيكتب أي سن وهو بيسجل لأن حتى مثلا كنت أنا بدي دورة في الرياض عن السناب شات فكان 15 واحد كان حضر الدورة فسألتهم سؤال قلت لهم يا جماعة كام واحد منكم كاتب السن بتاعه صح على السناب شات أو كاتب تاريخ الميلاد صح 11 واحد قالوا احنا كاتبين أي حاجة أربعة بس كاتبين تاريخ الميلاد مصبوط ده معناه إيه؟ ده معناه أن انت لو بتعمل حملات على السناب شات يفضل تعمل حملة استهداف مفتوح وحملة تانية بالسن المستهدف المصبوط وغالبا السن الذهبي في جميع المجالات من 25 ل35 أو من 25 ل40 نتائج بقى الحملة اللي تم تحقيقها ولله الحملة 280 عميل سجلوا في الفورم بتاعة جوجل منهم حوالي 30 عميل حضر للمركز ودفع متوسط المبلغ اللي كان بدفع عميل واحد 2000 ريال وده معناه أن الحملة اللي كلفت 1500 ريال حققت نتائج بقيمة 60 ألف ريال وعلى فكرة المركز ممكن يكسب أكتر كمان من 60 ألف ريال ليه؟ لأن الناس اللي جمع المركز حوالي 30 عميل ده معناه إيه؟ معناه أن لسه معاهم داتا وأرقام عملاء لمتين وخمسين عميل تاني فممكن يشتغلوا عليهم في عروض اليوم الوطني ممكن يشتغلوا عليهم تخفضات مثلا تصل إلى 50% وهكذا يعني معناه كده أن هم ممكن يجيبوا كمان 60 ألف أو 100 ألف ريال تانية لو اشتغلوا عليهم صح وعلى فكرة جماعة دي من لحظة مهمة اللي هو جماعة التسويق الطبيعي أو التسويق الأورجانيك أحكي لكم مثال كنت بسوى أحد الدورات عملنا إعلانات مباشرة المرضو كان ضعيف أنا معاي أرقام الطلبة فعملنا لهم إعلانات على الواتساب ما شاء الله جلنا عدد كويس جدا من التسويق الطبيعي طب التسويق الطبيعي كيف؟ فيه طرق كتير جدا ممكن أسوأها بطريقة طبيعية وأنا شايف أقواهم هو الواتساب لأن الواتساب هو التطبيق رقم واحد في الخليج تطبيق رقم واحد طيب أعمل إيه؟ أعمل ممكن اسمها رسالة جامعية أو بروتكاست وأضيف فيها العملاء بتوعي لحد 250 رقم أو ممكن مثلا فيه تطبيق أو موقع بيبعث رسالة واتساب جامعية لحد ممكن 10 تلاف أو 100 ألف رسالة واتساب زي مثلا موقع هاي واتساب وهسيب لكم الموقع في الوصف عشان برضو تستفيدوا منه ففي طرق تسويقية مجانية كتيرة أقدر أنا أشتغل بيها وأقدر أن أنا أستغلها عشان بشوف أنا ملاكس كتير بيجي لهم أرقام كتير وبعدين بيهملوا الأرقام دي ودايما بيركزوا على الأرقام الجديدة عايزين أرقام جديدة طب ما أنت عندك داتة قديمة ما أنت عندك 5000 عميل في المركز ما أنت عندك شيط على الدرايب فيه 100 ألف رقم طيب ليه الأرقام دي بحاولش أن أنا أستغلها أبعت لهم مثلا تهنئة في رمضان أبعت لهم مثلا تهنئة في العيد بعد كده تالت مرة أقوله والله عندنا خصم المشكلة كلها أن احنا بيتعامل مع العميل نعليش يعني بغباء أو بنتعامل مع العميل أنه هو أنه هو آلة عايز أخرج منها فلوس لأ العميل ده لازم يحبني الأول لازم يبقى مبسوط مني عشان أقدر أن أنا أخرج منه أكبر فلوس ممكنة فنصيحة ابن الأول علاقة بينك ومن العميل بريكز آيس أو زي ما بيقوله اكثر التلج ما بينك وبين العميل وبعد كده العميل هيتفعلك كل اللي أنت عيشه وبكده الحمد لله الحملة حققت عائد يصل إلى 4000% وحققوا عائد مدي بقيمة 60 ألف ريال وعلى فكرة احنا عندنا خصم يصل إلى 25% على إدارة الحملات الإعلانية لفترة محدودة تقدر تتواصل معايا لو أنت مهتم أن أنا أدر لك حملاتك الإعلانية بكفاءة ويجي لك منها أفضل مرضود إن شاء الله وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان يوصل لكم جديد القناة أول بأول السلام عليكم لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل